الحقيقة السيسي مارس النهاردة هويته المفضلة باعتباره انه يعني هو موسوع الجينس اللي اخترع السنديق مش سنديق الانتخابات انما سنديق اللي هي بيلم فيها الفلوس فقرر النهاردة كعاته كان عندنا زمان رئيس وزرس معاطف عبيد لما كنا نشوفه يخطب كنا نحس ان عاطف عبيد نفسه يشتغل في التلفزيون كان عاطف عبيد شهير مشهور يعني بالبرامج يقول لك وعملنا برنامج كذا وعملنا برنامج كذا وبرنامج كذا قبلها كان عندنا واحد اسمه او بعدها كان عندنا واحد اسمه كمال الجنزوري كان حريف لجان اي حاجة يعمل لجنة هو رئيسها السيسي بقى عنده مشكلة مع السنديق هو من هواية السنديق يعني فالنهاردة عمل صندوق جديد للعمالة غير المنتظم صندوق جديد يعني ايه بقى؟ يعني رسوم جديدة وقابل يا عم وقعد يا سيدي نشوف كده انشاء الصندوق للعمالة غير المنتظمة هو هو السؤال هنا وهذاك عندك جداول بالعمالة الغير منتظمة دي يعني انت لما تيجي تمشي تحت كبرى السيدة عيشة كنت زمان او في موقف العاشر تلاقي في عمال كده بقعدين كل رأس ماله صحته ومسك لفة كده فيها شوكيش وحاجات العمل ده تاخده يرفع عندك شوية رملة شوية طوب ده عمالة غير منتظمة الجماعة بتوع الورنيش ده عمالة غير منتظمة اللي بيروح يسكنوا 17-80 واحد فوق ده واحدة فوق سطوح وينزل الصبح يسرح بصندوق البوية ده عمالة غير منتظمة الجماعة اللي بيبيعوا الفكهة يتلاقيه ماشي بمانجا كده في الشارع ويقولك مانجا بيقول حاجات دي ده عمالة غير منتظمة البيع السريح اللي ماشي السبوبة وماشي على العربية يد ده عمالة غير منتظمة عندك عندك جدول بالعمالة دي يعني عندك أسماؤهم وأرقامهم وحاجات كده ما عندكش انت ما عندكش كخالص طب السندوق ده بقى اللي انت هتستقطع فيه فلوس هتوزعها ازاي على عمالة انت متعرفهاش إنما أو أي حكس النهاردة كمان كان فيه ملحوظة مهمة في عيد العمال ملحوظة اللي عمله السيسي وهو انه تراجع عن البدلة العسكرية فبقاش فيه قدامنا عساكر ظهرين قوي وبقى فيه ظهور قوي جدا لرجال الاعمال اللي كان السيسي بياخد فكرة عن مشاريعهم من خلال الفيديو يعني ما كانش فيه قدامه عساكر زي كل مرة وبقى فيه رجال اعمال رجال اعمال لكن الغريب إن كل واحد منهم كان بينقط على صندوق أو يعني ينقط صندوق تحياة حياة كريمة وكأنها تعليمات للكل نسمع كده ونشوف الأخبار دي فيوتك للإضاءة الزكية يعلن تبرع عمال المصنع بأجر يوم لمبادرة حياة كريمة مصنع حوى يساهم مع حياة كريمة بخمسة في المية من إجمال الربح لمدة عام كامل رئيس مصنع ديورين يتبرع بمواسير صرف لمشروعات حياة كريمة يعني دول مفترض ان هم رجال اعمال اصحاب مصانع بيتبرعوا الحياة كريمة حياة كريمة دلوقتي بقاش يعني بقت الناس تتبرع لها ويتوزع على الغالة بداز يتوزع والسيسي عامل نفسه وصح بالفكرة في مقابل بقى الرجال الأعمال دول اللي كانوا يتبرعوا الحياة كريمة كان كل رجل أعمال ياخد وعود على الهوى كده بانه هياخد مشاريع لدرجة ان واحد منهم السيسي أسند إليه كل الإنارة للمشاريع اللي جاية على الهوى كده بدون لا منقصة ولا يحزنون احنا لسه نعمل منقصة اسمع السيسي وبيسند هي نظرية النظرية الإقصادية جديدة نظرية الحاج سعيد اسمع كده وبيوزع من بيت أبو اسمع وليه نعم الرجل قاعد كده مجعوص انت في ويتك كل المشاريع الإنارة اللي جاية دي اللي جاية ندهالك طب معلش يعني المشاريع دي يبارا عن ايه ولا حامل لكش تشغلش بالك طب شوارع ولا مخارات حكومية ما لكش دعوة ده 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 اقتصاد دولة دولة بتدار بالطريقة دي اقتصاد دولة وما فيش لا منقصة ولا غيره وجايز يكون واحد عنده مصنع تاني وعنده أسعار أحسن لا مش مهم مم النسيسي وعده على فكرة الرجل ده ممكن ما ياخدش الوعدة أصلا بعد كده بس مش مو كده سواء ده كان إسناد أو عود فاللي بيحصل ده عك والعك ده وصل لموضوع الفصال في مواعيد المشاريع اللي لابدون دراساته ولا نيلة اسمع كده هي الداء بتاعه لما كان بيقعد جنب خالته كتير كان خالته تنزل تفاصل بتاع البرنجان ولا بتاع سيدة تقول لها بخمس قروش لا والنبي حق ده أنا الست اللي على نصية الحارة واخده منها بإرشيد نفس القصة لا تلاسين كتيرة ما حرمش من أيام زمان قوي أول ما شفنا خلقته لما قال للجماعة بتقع اعمار ولا بتقع اللي كان يعملوا العاصمة قدرية لا عشر سين دي زي كتير قوي والنتيجة احنا دخلين في عشر سنين طبعا نتيجة السياسة العشوائية دي اللي بتاعت الإسناد على الهوى والفصال على الهوى برضو نتيجته معروفة هي الفشل حتمي لازم يكون فيه فشل زي ما لخص المشهد ده الاقتصادي تامر النحاس في البست العبقاري ده شوف كده تامر النحاس خبير اقتصادي مواقع التواصل الاجتماعية ما فيش حاجة مؤمن عملتها الإدارة الحالية إلا لما كانت سبب لما نعرفه الآن إفقار، هروب الاستثمار رغم خفض العملة وتقزم لدورك على مستوى السياسة الخارجية ده طبعا غير الاكتئاب والضغط اللي بيحس بيه كل رب بيت في بلدنا يعني نفس الإدارة اللي توسعت في اقتصاد المؤسسة لحد غير مسبوق وتقولك أيوه ماله ده 2% من حجم الاقتصاد انتم اللي مش فاهمين قد ايه هي مهمة هي نفس الإدارة اللي بتحاول تطرحها الآن للبيع بضغط صندوق النقد الدولي ومحدش راضي يشتريه نقولهم مفيش كده ماينفعش تبقى منظم ولاعب وحكم يقولك ينفع يا سيد في حاجة اسمها الحياد التنفسي يقولك خليك في حالك احنا فاهمين كل حاجة نقولهم يا أستاذ ماينفعش كل الحوافز والاستثناءات دي هتفطس السوق يقولك ينفع تقولهم لازم توحيد ملكية الدولة تحت هيئة واحدة ورقابة ومراجعة يقولك انتم مش فاهمين حاجة نقولهم ماينفعش مايبقاش في قوايم مالية معلنة وتعرف مين بيكسب ومين بيخسر يقولك لا ينفع نقولهم مصانع اسمان تيلة هتدخلوا وتعملوها وأصلا احنا بنصنع ضاف الاستهلاك والمصانع أصلا بتقفل وبتسرحهم مال يقولك أكبر وأضخم مصنعين يتعملوه نقولهم يا سيد بلاش السسمارات جديدة في الكهرباء وإحنا أصلا عندنا فائض غير منطقي يقولك لا أنا فاهم كل حاجة نقولهم بلاش توسع في مشاريع البنية التحتية ومشاريع غير منطقية ونجف بأموال القروض بلاش عشان ده اقتصاديا غلط لأن عوائدها طويلة الأمد وفلوس القروض سخنة ولازم تردها أو تدخل في حاجة سريعة ترد فوائدها يقولك أنا هعمل وعمل وعمل نقولهم ما ينفعش حجم التمثيل ده من الزباط المتقعدين في الإدارات الهيئات المطارات الموانئ والمحافظات وهيئات الاستثمار ومجالس رجال الأعمال يقولك لا دول مية مية ويطلع صندوق النقد الدولي وتقارير مراكز الأبحاث العالمية يقولك أن دي مشكلة ولازم تتغير نقولهم شوية عقل ربنا يكرمكم يقولك هنعمل أكبر مدينة أثاث في المجرة وبعد كده نعرف أن في مليارات راحت في الوبا وبعد كل العك رايحين يقولولك طيب يلا نبيع بعد كل المخمضة دي احنا قدام نظام مش بس عشوائي ولا بس فاشل نظام بيحارب أي فرصة لاتستثمار حقيقي لرجال الأعمال لما يكونوا وطنيين وعايزين يشتغلوا بالحلال خلينا نشوف رجل الأعمال ده بيكلم عن محاربة الدولة لصغار المستثمرين يا ربس عايزة أسأل شغال لحد تنزليح يا ربني إنما أنا صنبع أنا عايزة جيب مضاعم أمبرر عايزة جيب شغال قضاء على عد عايزة أشتغل ما عملناش حاجة في التصليح ما عملناش حاجة في مصر اللي اللي الأعمال لرجواء الصدرات والوريادات تطلع لها 5 و 8 منشور ومنموع والجماريك تطلع لها تسرى الرجل بتاع الكويتش انتطلع بيكلم عن طواس اللي حول يامل مصنر فهيكون الطبيعي وقف حال مصانع وتشريد العمال في عيد العمال حتى أجور العمال نفسها بقى ضعيفة جدا زي يقول الخبر ده أجور ضعيفة لعمال مصر في موجهة الغلاء ونقابات مكبلة حتى الأشقاء بيهربوا زي ما قال الكاتب الصحفي سليم عزوز ريترز اليوم شركة أكسترا السعودية للإلكترونيات تقرر وقف خطاتها التوسعية في مصر الفينانشل تايمز 28 إبريل صندوق أبو زبي الاستثماري أوقف مشاريعه في مصر ماذا جرى وقد كان الاستثمار في مصر مجال تنافس وربما صراع بين دول الخليج سليم عزوز الفرق بيننا يا حضرات وبين الدول برة فرق كبير قوي ولما تاخد جولة كده وتابع احتفال العالم بعيد العمال هتكتشف حاجة غريبة جدا مبارح بعت الصديقي مصطفى خبر غريب النهاردة العمال في فرنسا تجمعوا بشكل لم يسبق له مثيل وعملوا مظاهرة وإضراب شنيع لدرجة أنه تقريبا تقريبا في حوالي 200 رحلة طيران تم تأجيلها وترحلت كل الخطوط على شركات تانية الفرنساوين نهاردة خرجوا في مظاهرات عارمة عارمة ليس لها مثيل الغريبة بقى في الموضوع أن اللي بيزيع الخبر ده قناة فرنسا 24 مبارح بعت الخبر ده المصطفى بالفيديو وعادت تتفرج قد ايه الدول دي متقدمة القناة الحكومية فرنسا 24 بتزيع تغطية الصحف الفرنسية على مظاهرة العمال في فرنسا النهاردة لأنهم عندهم مشاكل أنا هوريك من بقيت كده بس فرنسا 24 تتفرج الحرية وسط الفين أني على قناة حكومية بيتزع خبر عن إضرابها يحصل بكرة اللي هو في عد العمال يعني وجرية فرنسا بتغطيه اللي موند الفرنسي غطته أكتر من جرون فرنسي وأفردوا له صفحات بينما في مصر العمال بيكحوا طراب ويطلع عبد الفتاح سعيد أو حسين خليل سعيد السيسي يقول لك خلونا على قلب رجل واحد طب ما هم على قلب رجل واحد بقالهم من سنة 13 من ساعة ما طلعت أنت سبلت لهم وإحنا سبلنا لك وقلت لهم احتاجات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين في عيد العمال قلت حريقة فرنسا حريقة من ساعة ما أنت طلعت وقلت لهم هذا الشعب لم يجد من يحنوا عليه تعال يا شعب من ساعة ما خدتم على حجرك من ساعة ما الستات عياطت والرجال شهقت وشفنا كمية محن لا مسيح لا إحنا شفطنا المحن اللي في الكرة الأرضية وغالبا في الغلاف الجوي لما أنت طلعت بالبادلة العسكرية والتعمال تعمل كده وتعمل كده تماما كانوا على قلب رجل واحد قلبك أنت يعني النتيجة أنه هو بعد السنين دي كلها يلبسوا في الحيط وبيكوحوا طراب ده الفرق بيننا ومن دول العالم اللي بعده